حققت مملكة البحرين خلال عام 2022 مراتبة متقدمة في عدد من المؤشرات المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمارات المباشرة والمواهب وغيرها ما يؤكد حرص المملكة على تعزيز بيئتها الاستثمارية التنفسية إقليميا وعالميا وفق أولويات وأهداف خطة التعافي الاقتصادي نعم حيث حققت مملكة البحرين المرتبة الأولى في الحرية الاقتصادية بالإضافة إلى تصدرها الدول المنطقة في كفاءة التشريعات وفق مؤشر الحرية الاقتصادية عام 2022 تحدثت لغة الأرقام عن أداء مملكة البحرين ضمن أهم التقارير والمؤشرات الدولية فأعلنت تحقيق المملكة مراتب متقدمة خلال عام 2022 في عدد من المؤشرات المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمارات المباشرة والمواهب وغيرها فعلى صعيد بيئة الأعمال جاءت البحرين في المرتبة الأولى إقليميا في الحرية المالية والحرية التجارية وحرية الاستثمار والحرية الاقتصادية والأولى خليجيا في فعالية التشريعات أما بشأن الاستثمارات المباشرة فجاءت المملكة الأولى خليجيا في نسبة الاستثمارات التراكمية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2021 فيما حققت المرتبة الحادية عشر عالميا عن مشاريع الاستثمارات المباشرة وفي إطار دعم المواهب فنالت البحرين عالميا المرتبة الأولى في تدريب الإناث على المهارات الرقمية وخطة تعليم المواد العلمية والتكنولوجيا والثالثة في نسبة النساء الحاصلات على مؤهلات علمية والخامسة في مؤشر العمالة الماهرة والسابعة في المهارات المالية هذا وتمضي مملكة البحرين قدما في تعزيز بيئتها الاستثمارية والتنافسية إقليميا وعالميا وفق أولويات وأهداف خطة التعافي الاقتصادي